أكدت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي بكافة أطيافها ستبدأ يوم الجمعة المقبل برنامجا تصعيديا ردا على الهجمة المتواصلة بحق الأسرى على مدار الأيام الماضية وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها أن الحركة الأسيرة أجمعت على رفع راية التحدي ولن تقبل باستمرار الهجمة بحق الأسرى للهروب من الفشل الأمني الإسرائيلي في سجن قلبوع عقب تمكن ستة أسرى من تحرير أنفسهم وأشارت الهيئة إلى أن التصعيد سيبدأ الجمعة بعدم التعامل مع إدارة سجون الاحتلال والتمرد على قوانينها ودخول دفعة أولى من قادة الحركة الأسيرة في إدراب مفتوح عن الطعام سيتصاعد بشكل يومي وأشارت إلى أن الأوضاع داخل سجون الاحتلال مقلقة وحجم الاعتداءات على الأسرى كبير ولا يطاق بدوره أكد نادي الأسير أن الأسرى ماضونة في مواجهتهم المفتوحة رفضاً للإجراءات العقابية والتنكيلية المضاعفة التي تنفذها إدارة السجون بحقهم وكانت إدارة سجون الاحتلال قد شرعت بحرب مفتوحة بحق الأسرى منذ أن تمكن ستة أسرى من تحرير أنفسهم من سجن قلبوع وطالت العقوبات كافة أشكال وتفاصيل الظروف الحياتية للأسرى ترجمة نانسي قنقر